شايف إن ممكن أجيري يرجع لأول تشكيل لأول مباراة؟ يعني كان مروان محسن يمكن بقى اليومين ما بيتدربش هو يعني ما عندهش بدايل تانية يعني كوكا موارده نفس النظام عندك أحمد علي ما خدش حاجة خلص لحد دلوقتي إلا لو هيفاجأ وهيلعب بقى يعني براس حرب وهمي يعني إنه ما يبقاش فيه حتى لا مروان ولا صلاح أو بيعملها بصلاح ممكن بقولك لو هيلعب بقى بصلاح بقى ويبقى تغير أسلوب اللعب يعني بصلاح وواردة هياخد ولا لأ كمان تريزي جي بس أنا ما أعتقدش أنه هيعمل حاجة زي كتا يعني ما أعتقدش أنه هيعمل بالشكل اللي هيكون مروان يعني التشكيل الأقرب والأنسب اللي هو أول مروان اللي تبتلعب بإيش ناوي تمام؟ والمحمدي ومحمود علاء يرجع لأنه كان مريح الناس في موضوعات أغندا لأنه ضامن الصعود فعايز ريح الناس لأكبر قدر ممكن يعني محمود علاء وحجازي أيمن أشرف عامل بطول هيلة وهيبقى النني والطريق حامد وترزي جي وصلاح وعبد الله ومروان محسن تمام بس في نقطة برضو خلي بالك فضل يعني الورق اللي على الدكة مش كتير يعني الورق اللي على الدكة هجوميا كمان وده ربا تتغربه جدا وده ربا ترجع للاختيارات إن شاء الرحمن ربنا وفقنا بإذن الله تعالى لأن المشوار يعني بيأسر دلوقتي في عدد المباراة بتكلف دورة 16 والثمانية والأربعة والنهاية أربع مباراة لكن الورق اللي على الدكة يعني انت بتتكلم على البرة حتى يعني مفيش غير وردة الاطراف مين وليد سليمان تمام وليد سليمان انت بتتعين به كطرف أو بتتعين به رقم عشر تمام لكن مين تاني يعني مين تاني مين تاني لو انت متدت المباراة لـ 120 ديئة مثلا انت وارد جدا تلعى فضل 16 و120 ديئة وارد جدا تلعى فضل 8 و120 ديئة أيها اكتشفنا كلام ده دلوقتي يعني احنا اكتشفنا يعني على فكرة ده كلام حضرتك وكلام كل محللنا اللي كانوا موجودين يعني كلهم برضو بيقولك مين البديل مين اللي عنصر مفاجأ يعني انا كنت اسألك سؤال دلوقتي كنت عايز اقولك ايه هو اللاعب اللي ممكن يكون مفاجد أجيري في المباراة انت جود طريقة تانية قلت انا مش شايف فيه حد ممكن ينزل يعمل المفاجأة لأي منتخب تاني يعني الاوراق اللي عندك انت دايما عندك اوراق بره ده التشكيل اللي اقرب دايما بتحط عبره على الدكة يا كابتن مهيب يعني حلول عندك الحلول دي تتلخص ممكن يبقى فيك حلول جماعية لو انت عايز تحافظ مثلا على النتيجة والحاجة او حلول فردية او حلول مثلا يبقى عندك حاجة كنت شايف مين ممكن يبقى حل يعني شايف ان عناصرك ممكن تبقى حلول على فكرة ببطول انا اميل ان ممكن يبقى عندك ما عندكش قناعة بشخص مثلا يعني او امكانيات شخص بس احتياجك لي فرضوا عليهك ممكن تحتاجوا ربع ساعة تلت ساعة بالشارط تحتاجوا في المراكل يعني انا موجة نظر شخصية ان كان لازم يبقى رمضان صلحي موجود كان لازم كهرابي موجود او واحد فيهم يبقى موجود واحد فيهم من الناس اللي بتلعب على اطراف الناس اللي بتلعب صلاح ربنا يكرمه ان شاء رحمن ويمشي بالشكل ده لكن انت بتكلم على وارد جدا تلعب 120 ديئة في دور 16 وارد جدا تلعب 120 ديئة في دور 8 وارد جدا تلعب دور قبل النايئة 120 ديئة وارد جدا في النهايئة لازم عندك لعبة محرية النازل حد ديئة 90 او 95 او 100 او 105 هيبقى فيه وخصوصا ان انت بتتمد على السرعات صلاح وتريزيجيه هما سرعات تمام